لطالما فتن الطيران الإنسان بتقنياته وأسراره وأثار فضوله لكن افتتاح طيران الإمارات لأول مركز ترفيهي متخصص في الطيران في العالم في لندن ربما قد يجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها الإنسان العادي الساعي لمعرفة خبايا هذا القطاع الهام المركز يعد جزءا من تليفيريك طيران الإمارات الذي رعته الشركة الإماراتية العام الماضي شرق لندن ويوفر تجربة غنية بالمعلومات عن حيتيات عمل صناعة السفر الجوي التجاري وقد حذي المشروع باهتمام السلطات المحلية منذ بدايته أعتقد أن هذا المركز سيصبح مرفقا سياحيا هاما في العاصمة وسيشكل فرصة للعائلات والأطفال لتعرف أكثر على صناعة الطيران واختبار بعض التقنيات التي يتوفر عليها وترى الشركة الإماراتية أن اختيار لندن جاء مدروسا بحكم العلاقة الوثيقة بين الطرفين وكون لندن إحدى المدن الأكثر نشاطا في الحركة الجوية وفي عدد السياح الذين يزورونها باختلاف إنحاء العالم لا نسعى لتحقيق أي أرباح من هذه المبادرة بل نسعى إلى المساهمة في تثقيف وتعليم المهتمين بهذا القطاع خاصة أولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الطائرات والمطارات ويقدم مركز تجربة الإمارات للطيران تجارب للجمهور لأنظمة الطيران التشبيهية خاصة لطائرات آيرباس 380 وبوينغ 777 مثل هذه التجهيزات تسمح بالاطلاع على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران في العالم بأسلوب مبسط لكن اغلب عليه الطابع الترفيهي وبفضل وسائل مرأية متطورة تعرض المناظر الطبيعية كما تبدو من مقصورة القيادة يرى المشرفون على المشروع أنها تمثل تجربة لا تختلف كثيرا عما يغفره الإقلاع والهبوط الحقيقيان مشروع من شأنه أن يتري القطاع الترفيهي في لندن ويستقطب محبي الطيران لاختبار مهاراتهم في القيادة كامل اسمعات بي بي سي